موسيقى السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة ايكو الشاد لي مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سنشوف الوحدة السادية الأسبوع الرابع السياحة نص شعري بعنوان في قصر الحمراء صفحة رقم 209 وتتمت الأسئلة صفحة رقم 2010 من كتاب اللغة العربية الواضح في اللغة العربية المستوى الرابع ابتدائي إذن أعزائي أعزائي الكرام لنبدأ أتهيأ للقراءة السؤال الأول ما المعالم التاريخية التي خلفها المسلمون في إسبانيا وما سبب الصمودها حتى اليوم إذن درت واحد البحث على المعالم التاريخية التي خلفها المسلمون في إسبانيا وسبب الصمودها حتى اليوم إذن بعض المعالم التاريخية التي خلفها المسلمون في إسبانيا قصر الحمراء في غرناطا جنة العريف وتعد جنة العريف من أجمل المعالم الأثرية في إسبانيا وصممت لتكون حديقة وبوستانا في مؤسسة إسلامية يمنحها موقعها شمال قصر الحمراء تمييزا كبيرا والعريف وهو الفيلة التي كانت تستخدم من قبل أحد الملوك المسلمين كما كان للترفيه والاسترخاء كما هو الحال في قصر الحمراء مسجد قرطوبا وقد تم بناء هذا المسجد خلال قرنين ونصف تقريبا ويرجع تأسيس المسجد إلى عام 92 عفوا هجرية قصر مدينة الزهراء الذي بنا عبد الرحمن ناصر في مدينة الزهراء قصرا فاخرا صنعت جدرانه من الرخام المزين بالذهب وفي كل جانب من جوانبه تبان أبواب مصنوعة من العاج والأدنوسي المرسع من الجواهر بعض المعالم التاريخية التي خلفها المسلمون في إسبانيا قصر الحمراء في غرناطا جنة العريف وتعد جنة العريف من أجمل معالم الأثرية في إسبانيا وصممت لتكون حديقة وبوستانا في مؤسسة إسلامية يمنحها موقعها شمال قصر الأحمر تميزا كبيرا والعريف هو الفيلة التي كانت تستخدم من قبل أحد الملوك المسلمون المسلمين عفوا كما كان للترفيه والإسترخاء وكما هو الحال في قصر الحمراء عدنا مسجد قرطوبا وقد تم بناء هذا المسجد خلال قرنين ونصف تقريبا ويرجع تأسيس المسجد إلى عام 92 هجرية قصر مدينة زهراء الذي بنى عبد الرحمن ناصر في مدينة زهراء قصرا فاخرا صنعت جدرانه من الرخام المزين بالذهب وفي كل جانب من جوانبه تبان أبواب مصنوعة من العاج والأدنوسي المرسع من الجواهر قصر محصن بني في النصف الثاني من القرن 11 للميلاد القرن الخامس هجري في عهد المقتدمير سارا قوسطا خيرالداء في إشبيليا وهو برج قائم بإشبيليا بإسبانيا ومن أهم معالمها كان في السباق مئذناء في المسجد الكبير للموحدين إلا أنه اليوم أصبح برجا للأجراس الكاثرائية لإشبيليا التي أسسها الإسبان في نهاية حكم العرب لإشبيليا وكأخيرا برج الدهب قلعت القصبة بملاقة وهناك عدة مآثر تاريخية خلفها المسلمون في إسبانيا إذا نمر إلى السؤال الثاني لماذا يقصد السياح هذه المعالمة السياحية؟ إذن علشك يقصد السياح هذه المعالمة السياحية؟ يقصد السياح هذه المعالمة السياحية لإكتشاف مآثرها وبناياتها والتعرف على تاريخها نمر إلى ألاحظه وأتوقع أولا أعبروا عن ما ألاحظه في الصورتين لنوز إلى الصورتين ألاحظوا عن ما أعبروا عن ما ألاحظه في الصورتين الصورتين لمعلمتين تاريخيتين قديمتين على شكل قصور الشيكي بنحنا في الصورة الصورتين لمعلمتين تاريخيتين قديمتين على شكل قصور سؤال الثاني ما موجه الشبهي بين قصر الحمراء الصورة الأولى والمآثر التاريخية الموجودة بالمغرب أين يوجد قصر البادية يوجد تشابه كبير بين المعلامتين من حيث البناء والزخرفة وطرق تشييدها وهو الحضارة الإسلامية العريقة ويوجد قصر البادية في المغرب بمدينة مراكش يوجد تشابه كبير بين المعلمتين من حيث البناء والزخرفة وطرق تشييدها وهو الحضارة الإسلامية العريقة يوجد قصر البادية في المغرب بمدينة مراكش نمر إلى السؤال الأخير في ألاحظه أتوقع انتلاقا من العنوان النص والصوراتين أتوقع مضمون النص إذن نحن بي لكم العنوان في قصري الحمراء إذن انتلاقا من العنوان النص والصوراتين إذن انتلاقاً من الصورة والعنوان نتوقع بأن النص سيتحدث عن جمال قصر الحمراء أو سيتحدث عن أصل مؤسسي هذه المعلمة التاريخية. إذن انتلاقاً من الصورة والعنوان نتوقع بأن النص سيتحدث عن جمال قصر الحمراء أو سيتحدث عن أصل مؤسسي هذه المعلمة التاريخية. إذن لنمر إلى قراءة النص. ونبعد نتمو الأسئلة نجوها الأسئلة لوراها منذ لنقرأ في قصر الحمراء في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أطيب اللقيا بلا معادي هل أنت إسبانية سألتها قالت وفي غرناطة ميلادي ما أغرب التاريخ كيف أعادني لحفيدة صمرائي من أحفادي ومشيت متلطف لخلف دليلتي في طيب جنات العريفي ومائها فأقرأ على جدرانها أمجادي يا ليت وارثتي جميلة أدركت أن الذين عندهم أجدادي إذن لنمر إلى الأسئلة أدير أفهم وأحلل إذن أفهم وأحلل سألتوني السؤال الثلاثة لأننا نصبقنا قرأنا النص وحرمنا أو احترمنا توقف الجزئية عند كل شهر إذن لدينا السؤال الثلاثة أحيط معاني الكلمات الآتية وفق سياق النص وأختار صفعات مناسبة لكل كلمة منها إذن لدينا بعض الكلمات سألتون الكلمات المقترحة وحدة منها سألتونها هنا إذن مرشدة دليلتي أي مرشدة زهو أي مفخرة طيب أي عبير إذن دليلتي مرشدة مفخرة عبير إذن دليلتي أي مرشدة زهو أي مفخرة طيب أي عبير نمر السؤال موالي سؤال رقم 4 أستخرج من النص كلمات تدل على وجود الشاعر بقصر الحمراء إذن الكلمات التي تدل على وجود الشاعر في قصر الحمراء في النص هي في مدخل الحمراء كان لقاؤنا إذن كلمات التي تدل على وجود الشاعر في قصر الحمراء في مدخل الحمراء كان لقاؤنا نمر السؤال موالي أين التقى الشاعر دليلته السياحية وبماذا وصفها ولماذا إذن التقى الشاعر بدليلته السياحية في مدخل القصر وصفها الشاعر بحفيدته لأن أجداده كانوا السكال الأصليين للمدينة إذن التقى الشاعر بدليلته السياحية في مدخل القصر وصفها الشاعر بحفيدته لأن أجداده كانوا السكال الأصليين للمدينة السؤال رقم 6 لو أنك مكان الشاعر كيف سيكون تصرفك مع الفتاة؟ إذن إذن أمر إلى السؤال الموالي السؤال رقم 7 استخرج من النص بيت تبين جهل المرافقة السياحية بأصل مؤسسي قصر الحمراء إذن البيت الذي يبين جهل المرافقة السياحية بأصل مؤسسي قصر الحمراء هو يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عانتهم أجدادي إذن البيت الكبين جهل المرافقة السياحية بأصل مؤسسي قصر الحمراء هو يا ليت وارثة الجميلة أدركت أن الذين عنتهم أجدادي من يقصد الشاعر بقوله أن الذين عنتهم أجدادي الذي يقصد الشاعر بقوله أن الذين عنتهم أجدادي قصد هنا مؤسسي قصر الحمراء وهم العرب المسلمون الذي يقتل الشاعر بقوله أن الذين عانتهم أجداد قصد هنا مؤسسي قصر الحمراء وهم العرب المسلمين سؤال رقم 9 الأخير في أفهم أحلل لماذا سمي القصر بقصر الحمراء أنا قدرت واحد البحث صغير على سبب تسمية إذن سبب تسمية قصر الحمراء بهذا الاسم يعود إلى أن لون حجارة القصر ضارب للحمراء وأن لون تربة الثلة التي أقيم عليها القصر أحمر أيضا سبب تسمية قصر الحمراء بهذا الاسم يعود إلى أن لون حجارة القصر ضارب للحمراء وأن لون تربة الثلة التي أقيم عليها القصر أحمر أيضا إذن نمر إلى أركب وقوم السؤال الأول ألخص النص الشعرية شفهيا في ثلاث جمل وأصوغ فكرته العامة إذن يتضمن النص فكرة حنين الشعر إلى ما تركه أسلافه من مآثر تاريخية في بلاد الأندلس إذن هنا هو واحد لبعض الجمل اللي طلبوا منا لقاء الشعر مع دليلته السياحية وصف الشعر لدليلته بالحفيدة جهل دليلة السياحية بأصل مؤسسي قصر الحمراء إذن هذه الفكرة العامة وهذه الثلاث جمل يطلبوا منا يتضمن النص فكرة حنين الشعر إلى ما تركه أسلاف من مآثر تاريخية في بلاد الأندلس أولا نقاء الشعر مع دليلته السياحية وصف الشعر لدليلته بالحفيدة جهل دليلة السياحية بأصل مؤسسي قصر الحمراء السؤال الرقم 2 أنسجوا على غراري يا ليت وارثة الجميلة أدركت أن الذين عنتهم أجداد إذن يا ليت حفيدة رائعة أدركت أن الذين قصدتهم أسلافي إذن يا ليت الحفيدة الرائعة أدركت أن الذين قصدتهم أسلافي السؤال الرقم 3 أعود إلى ديوان الشعر أحفظ أبيت القصيدات ما أشده أما ما أقرأني إذن هذا سؤال خاص لأخر كل واحد وصل القسم سؤال الرقم 4 أركب بعض الصور والأخيلات التي أدرجها الشعير في نص هيري من نص ندري إذن الصور لدخل الشعير والأدراع أن يحاولوا رده إحنا نص ندري إذن يبدأ الشعير القصيدة بذكر مكان اللقاء وهو مدخل قصر حمراء إذا كان هذا اللقاء دون مياد وإنما جاء صدفة وإستمر بوصف اللقاء بوصف دليلته السياحية ولون بشرتها وما تمتاز به من ملامح عربية أصيلة واستذكاره للحوار الحاصل بينهما إذا تعجب من جمالها وسألها هل أنت إسبانية؟ فأجابت أنها إسبانية الأصل وأنما كان مولدها الحقيقي في غرناطة وفي الأبيض الأخيرة تحدثت الشعير كيف أنه تبع دليلته كان لطفل بين جدرانها وحدائقها وحزانة لما عرف جهل دليلته أن الذين تحدثوا عنهم هم أسلافه إذا لنكتب أن يبدأ الشاعر القصيدة بذكر مكان اللقاء وهو مدخل قصر الحمراء إذا كان هذا اللقاء دون ميعاد إنما جاء صدفة واستمر بوصف اللقاء بوصف دليلته السياحية ولون بشرتها وما تمتاز به من ملامح عربية أصيلة واستذكاره للحوار الحاصل بينهما إذ تعجب من جمالها وسألها أفهم استذكاره للحوار الحاصل بينهما إذ تعجب من جمالها وسألها هل أنت إسبانية؟ فأجابت أنها إسبانية الأصل وأنما كان مولدها الحقيقي في غرناطة وفي الأبيض الأخيرة تحدث الشعير كيف أنه أنه تتبع دليلته كالطفل بين جدرانها وحدائقها وحزن لما عرف الجهل دليلته أن الذين تتحدثوا عنهم هم أسلافه إذن قلنا السؤال الخامس أشخص النص النتري مع زميلة اللي في مشهد المصرحي تحدث قصر الحمراء خلفية الله إذن نص النتري لدرنا في السؤال الربعة بالنسبة للسؤال الخامسة سيشخص واحد وصل القاسم إذن هذا كبقى السؤال وصل القاسم والسؤال السادس كبقى التوقع دينا في بداية الحصة ونقارن المقارنة ديالها بما توقعنا إذن كانت توقعات قريبا شيئا ما إذن أعزائي الكرام عزيزاتي الكرام متابعي قناة إيكورتشادلي كان هذا هو الفيديو دياليوم من الواحدة السادسة الأسبوع الرابع السياحة والنص بعنوان في قصري الحمراء صفحة رقم 209 وتتمت الأسئلة صفحة رقم 210 نتمنى أنكم تكونوا ستبتم في الفيديو إلى لقاء آخر في فيديوهات قادمة إن شاء الله وعدم تفرأيت الله ترجمة نانسي قنقر